بعد طول غياب وانتظار لأكثر من سبع سنوات حل الزائر الأبيض ضيفا على المدن الفلسطينية فاكتست جبالها التي يزيد ارتفاعها على 700 متر عن سطح البحر باللون الأبيض الذي شكل مساحات من فرح وسعادة دخلت قلوب الأطفال وعائلاتهم في زمن الوباء الذي ألزمهم منازلهم لفترات طويلة كثير والله مستمتع وبعدها يعني نلعب كثير وغلا بالدار طول نسال جبلنا لشنا نرمع لبعض شو بتعملي؟ الجسم شو عشان شو تعملي؟ سناومان مبسوطة بالتال؟ مبسوطة كثير كثير مبسوطين وصغار لأنه آخر مرة يمكن من 8 سنين كان في تلج هنا في فلسطين والأطفال بيستنوا فيه كل سنة عن بيسأل وإمتى التلج والسنة هي أجهة أخيرة مع أنه مش كثير زي السنين الماضية بس يعني ولا البلاش أكتير مني الأرصاد الجوية الفلسطينية تتوقع بقاء المنطقة تحت تأثير المنخفض القطبي حتى يوم الجمعة المقبلة قبل أن تبدأ حدته بالتراجع سقطت الثروج على جبال القدس وجبال بيت لحم ورمالة والجبال العالي في مدينة نابس يعني الحمد لله أثروا سقطت على مختلف المناطق التي يزيد ارتفاع على 700 متر يوم الجمعة ليلا ينتهي تأثير المخفض الجوي على البلاد البلديات والدفاع المدني الفلسطيني كانوا قد استعدوا بالمتاح من الآليات والمعدات لإبقاء الشوارع مفتوحة ولتجنب أي حوادث خطيرة قد ترافق المنخفض لكن رغم ذلك سجل أكثر من 170 حادثا تم التعامل معها من قبل الدفاع المدني منها حرائق وإزالة عوائق عن الطرقات وحوادث سير مساحات بيضاء شكلها هذا الزائر الأبيض في الأراضي الفلسطينية بعد طول انتظار وترقب مساحات أدخلت الفرحة والسرورة إلى قلوب الأطفال وعائلاتهم بعد نحو عام من وباء مستمر ضيق حياتهم وبدل من أنماط معيشتهم في رسلوت في سكاينيوز عربية رامالله